مرحبا أنا اسمي رزان أنا في الأصل من دمشق سوريا أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية إلينوي مع زوجي جئت إلى أمريكا بسبب الأوضاع والأحداث التي تجري في سوريا الآن درست الأدب العربي في جامعة دمشق ولكنني لم أستطع أنهاء دراستي والحصول على الشهادة الجامعية كنت قد أنهيت حوالي 90% من الدراسة الجامعية وأطمح أيضا إلى أن أنهي دراستي هنا في أمريكا لأحصل على الشهادة ومن ثم أنوي أن أدرس للحصول على شهادة ماجستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها كي أستطيع أن أدرس في الجامعة وأصبح أستاذة في جامعات أمريكية عمري الآن 26 سنة وأتمنى أن أحقق هدفي وأن أحصل أو أنهي دراستي قبل أن أبلغ 30 من العمر أما الآن فأنا أعمل في ترجمة النصوص من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس أيضا إضافة إلى عمل التسجيلات الصوتية في اللغة العربية والإنجليزية أو مع يدعى بـ Voice Over أقوم بإعطاء الدرس الخصوصية للطلاب للراغبين في تعلم اللغة العربية هنا في إلناي غالبا هؤلاء الطلاب هم من أصل عربي ولكن لا يستطيعون تكلوم العربية واحد من هؤلاء الطلاب لدي اسمه يوسف وهو بالغ من العمر 11 سنة وهو ولد ذكي ويستطيع التعلم بسرعة في البداية لم يكن يستطيع أن يقرأ الأحرف بشكل جيد ومنذ شهرين بدأنا بدروس الخصوصية وهو الآن يستطيع أن يقرأ جملا كاملة في اللغة العربية يقوم ببعض الأخطاء ولكن ما يزال جيد بالنسبة للكثير من الطلاب غيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر